في ناحية من نواحي الوطن المترام الأطراف وفي بلدة طاع التاريخية التي تعد إحدى أقدم قرى الجزيرة العربية يقع قصر الملك عبد العزيز رحمه الله على بعد نحو 30 كيلو متر جنوب محافظة النعيرية 123 عاما مضت من ذور الملك المؤسس بن طاع أثناء توجهه إلى فتح الرياض حيث استراح في غرب البلدة وبالقرب من موقع القصر الذي اكتمل بنائه في عام 1349 للهجرة القصر ذو الخمسة أضلاع يتكون من 12 قسما ما بين سكني وخدمي فيما صممت أبراجه الأربعة بأشكال مختلفة القسم السكني في القصر يحتوي على 17 غرفة بالإضافة إلى القسم الإداري الذي كان مقراً للإمارة فيما يتوسط المسجد مباني القصر سبعة أشهر هي مدة البناء للقصر الذي عين لحمايته خمسون رجلاً وخصص له أمير يدير شؤون البلدة وما جاورها قصر الملك عبد العزيز فنطاع أحد المعالم التاريخية التي ظلت شاهدة على توحيد المملكة طريق المزهود مركز انطاع ترجمة نانسي قنقر